هناك توافق دولي أن العراق قد خرج من الحرب وينتقل إلى السلم والاستقرار والتنمية وبالتالي السيد رئيس وزراء السادة محمد الشيعة السوداني الآن خلال الأيام المقبلة إن شاء الله يمضي عام على عمر الحكومة العراقية والكل يعلم أنه تحديات الدولة العراقية كيف سارت سواء أنه بموجات الإرهاب الثلاثة وموجات كذلك عدم الاستقرار إلى أن وصلنا إلى نقطة النصر الكبير ومن ثم القضاء على فلول داعش وكذلك الذهاب بالتنمية وبالتالي الدعم الدولي الآن واضح جدا أن نهج العراق لن يكون مع هذه الدولة أو تلك وإنما دبلوماسية منتجة مع الدول الصديقة للعراق والدول الصديقة للعراق إن كانت الدول الخمسة الدائمة العضوية لدينا صداقة متميزة معها وإن كانت مع الولايات المتحدة الأميركية أو دول الاتحاد الأوروبي بريطانيا وكذلك دول المنطقة إن كانت المملكة العربية السعودية الإمارات دولة الكويت ودول الخليج وكذلك الدول العربية الأردن مصر وكذلك كل الدول العربية بالإضافة إلى سوريا وكذلك بالمقابل دول الجوار الستة التي نمتلك الآن معها علاقات متميزة فبالتالي كان مع تركيا وإيران كذلك وبالتالي نمضي الآن نحو هذه الدول الصديقة من أجل جذب الاستثمارات من أجل جذب التكنولوجيا ومن أجل عقد الشراكات الاستراتيجية ما بين العراق وهذه الدول وكذلك بالمقابل علاقتنا مع الصين ومع اليابان ومع كوريا الجنوبية وغير حقيقة من الدول الصديقة الأخرى للعراق وهذا بالتالي ما يعني أننا مقبلون على مسار للتنمية ومسار للعمار